الوحابيين. هذا امر مهم لابد نتكلم فيه. لا اشترك. من هم الوحابيين? هل يوجد فرقة تستمى بالفرقة الوحابية? لا. نعم هناك فرقة ظلم ظلة. ظهرت في جهة المغرب العربي هناك تلقب بهذا اللقب. لكن عندما يتكلم الناس عندنا عن الوحابية هم يقصدوا الشيخ محمد بن عبدالوهاب واتباعه. يعني علماء الدعوة النجدية. والله الذي لا اله الا هو. نحن لا ندافع عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لانه مثلا من الجزيرة او معكام على السعود او كذا. لا والله. دفاعا عن الامام محمد بن عبدالوهاب لان الطعن فيه طعن في التوحيد. وندافع عنه. لماذا? حتى لا يطعن احد في توحيدين. ليس لنا علاقة محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الا التوحيد. فهم ارادوا ان يطعن في الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقالوا عنه وهاب. سبحان الله. ارادوا ان يقدخوا فيه واذا هم يمدحوا. لان الوهاب من هو? الله سبحانه وتعالى. فنسبوا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى الله سبحانه وتعالى. فارادوا يقدخوا فيه واذا هم يمدحوه. ثم اعلم ان كل من يعلم الناس التوحيد ويدافع عن التوحيد ويحارب الشيخ وقال عنه وهابي. اعلم هذا. فاذا قال لك بعض الناس انت وهابي. لا يرجع. لكن اذا كنت وعلم الناس التوحيد واذبع عن الشيخ تقول عني وهذا يقول عني الذي تقول. لان هذا الذي سار عليه اعداء الانبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم كاذب وكاهب وساحب. صحيح. ثم هذا لحق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونواصل وغذاء. ووهابية وغياء. فعلمتم من هو الوهابي? الوهابي في هذه الايام هو الذي يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشيخ. انعم اكبر. قالوا كذبوا على الشيخ الحمد بن عبدالهاب. يعني كذبات كثيرة. اولا الشيخ الحمد بن عبدالهاب واتباعه علماء الدعوة النجلية تقدم معنا في الدروسة المهمة انه يجعل الصلاة الابراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من اركان الصلاة. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه محمد. سم بعض احفادي باسماء اهل البيت. قال بعض العلماء لهم قالوا هذه كتب محمد عبدالهاب موجودة. خذوا عشر سنين. من ثلاثة لعشر سنين. ادرسوا هذه الكتب. لو وجدتم في هذه الكتب حرفا واحدة. حرفا واحدة. يخالف ما عليه الاعمة لكم الذي تريده. كلمة واحدة. كتاب التوحيد البعض يقول. لان البعض يقول فيه حديث ضعيف. بعض العلماء قال لهم اسمه. اريد حديث واحد في كتاب التوحيد باطل او موضوع او منكف. ما استطاعه. هذا الكلام لا يخلو منه كتاب. ان يكون في حديث ضعيم. ونحن باذن الله سنشرح الكتاب بما فيه من احاديث. ولا نبدع العسمه. لا لنا ولا المؤلف رحمه الله تعالى. لكن لا يوجد في كتاب التوحيد حديثا واحدة يخالف اصل الشريعة. مفهوم? ومن الخلل والخطأ. ان بعض الناس جاء. والف رسالة الاحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد. قام العلماء على هذا. وقالوا انت من اين لك هذا تسمع هذه الاشياء? انت الان انك تعطي اهل البدع سلاح وتقول حاربه. محمد عبد الهاب. حارب ترتبه. يأخذ اكتب تخرية الاحاديث في كتاب التوحيد. صح? ولهذا بعض الناس يريد ان يتميز وليد يظهر. يأتي باي شيء. يقول ان انت قادات التي تنتقلك على شيخ الاسلامتين. من انت? هل صنع هذا علماء السلام? لا. اذا لابد تسير على ما صاروا عليه. طيب. سيعتمعنا ان شاء الله تعالى.